راح نكمل في استكشاف الاماكن المخفية في لعبة جي تي اي سن اندرس طبعا هذا الفيديو هو الجزء الثاني شباب ولي ما شاهد الجزء الاول اكيد راح اضع لكم الرابط الخاص به في التعليقات شباب في اول تعليق مثبت لما شاهد الجزء الاول يروح يشاهده وبعدها يأتي شاهد هذا الفيديو المعم لا تنسوا اللي اشتراك ويلا نبدأ شباب طبعا راح اخرج من البيت ما ادري لازم اصور داخل البيت بعدها اخرج اوكي يلا لقد خرجنا الان شباب راح نكمل يعني في الاستكشاف الاماكن المخفية اوكي انا في الفيديو الاول الفيديو السابق يعني الجزء الاول شباب توقفنا في المكان رقم خمسين اللي هو القاعدة العسكرية اضع شباب يعني مكان سري راح اوريكم اين هو اوكي تيلي بورت اوبشن ندخل عليه بعدها شباب نروح الى هذه انتيرير ايضا الان شباب نروح الى المكان رقم خمسين اوكي اوو راح نطول لكي نصل الى المكان رقم خمسين يلا ها هو هذا المكان رقم خمسين توقفنا في في الجزء الاول يعني ها هو الاريا شباب تسعة وستين وحصلت على خمس نجمة لما ذهبت اليها هذا استكشفنا يعني في الفيديو السابق ذهبنا اليها شباب المهم خلينا نتخلص من الشرطة شباب يلا يلا اوكي يا حبيبي نوت وانتد لكي لا تزعجنا المهم الان شباب اين هي هذه الاريا تسعة وستين رأيناها شباب توقفنا فيها الان ها نبدأ سي جي هاوس البيت شباب هذا لماذا هو من ضمن الخيارات لا ادري بالضبط اوكي ها نبدأ اه هذا الجيم اوكي الجيم لما نخرج نخرج الى هنا نايس الان هنا شباب اوو ماذا هذا الجيم شباب اظن في سن فيارو نعم لماذا دي الاماكن نعرفها يلا نريد اماكن يعني مخفية لا نقدر نذهب اليها هذا المكان اظن بانه مخفي شباب ولا ادري الصراحة هل هو مخفي في اللعبة ام لا انظروا شباب انظروا لي يعرف يقول لنا في التعليقات انا الصراحة لم ارى هذا الجيم نهائيا في اللعبة هل تتوقعون بانه موجود في اللعبة يعني نقدر نذهب اليه مثلا في مدينة لس فانتورس الصحراوية راح اوريكم شباب هنا مدينة لس فانتورس نجد هذا يعني الجيم او هو مخفي لنقدر نذهب اليه اوكي اللي يعرف يقول لنا في التعليقات يلا يا ربي خرجت شباب مرة اخرى الان راح اذهب مرة اخرى الى نفس المكان يعني نعم شباب يلا هذا المكان رأيناه قبل قليل اوكي هاي الهاوس هذا البيت هذا لم نذهب اليه شباب هذا المكان مخفي نعم لا يوجد في اللعبة يعني محدوف او مخفي مخفي ومحدوف وكل شيء انظروا شباب ما هذا المكان ها انظروا ترون هذه الغرفة محدوف محدوف ما هذه ايضا الصورة صورة ملاكن في الحائط ترون وطش ما هذا المكان والله يا انه غريب شباب غريب جدا هذا المكان انظروا ايضا لحظت بانه يعني ها انظروا ماذا مكتوب شباب في الحائط وهكذا كتابات غريبة تلاحظون كتابات العصابات وهكذا ووهو اظن بانه ظهر في احد المهمات ولا ادري بالضبط اوكي ترون شباب ايضا لحظت بانه صغير البيت انظروا الانسان طبيعي يعني سي جي كيف هو ظاهر يعني قارب من سقف البيت شباب اي اي ذهبنا الى مكان اخر لا لا تذهب الى مكان اخر يا سي جي لا تحرق علينا خلينا نستكشف على راحتنا اوكي هذا رأيناه شباب يلا هاوس اربعة انظروا انظروا هذا البيت ما هذا البيت شباب ما هذا البيت يا الله هي الاماكن المحدوفة من اللعباء وانظروا دالك القيناع الاحمر قيناع ماذا دالك القيناع شي ترون لا تقولوا لي بانه قيناع الشيطان او شي لا تقول لي عودوا بالله والله لا ادري الصراحة اوكي ما هذه الاماكن يلا الان خلينا نشوف هذا نعرفه هذا المكان موجود في اللعبة شباب اوكي الان اللي هو شباب بيت يعني الماضدوغ اذا كنتم تعرفون تلك الشخصية في القصة اللي ختم اللعبة يعرف من هو الماضدوغ شخصية يعني اوكي الان خلينا نرى هذا ما نعرفه شباب هذا بيت او جي لوك على ما اظن نعم او جي لوك شباب اوكي نعم شباب هذا هو البيت الخاص بي لكنه فارغ يعني اوكي الان رايدر هاوس بيت رايدر شباب انظروا بيت رايدر يوجد ذلك اللوغو الخاص به لعبة جي تي في سي تي ها هو بيت رايدر شباب العادي يعني اظن بانه يوجد من يعرفه لاني انا نزلت فيديو عنه يعني دهبنا اليه ووجدنا شباب رايدر في المقاطع السابقة شباب اظن بانكم تعرفون هذا واللي ما يعرف يعني جديد على القناة وهكذا يدخل للقناة راح يجدني نزلت عن هذا البيت دهبنا اليه ويعني وجدنا رايدر شباب رايدر وهكذا اوكي الان سويت هاوس بيت سويت شباب اخي سويت هاوا بيت سويت ترون صراحة من وجهة نظري اظن بانه بيت رايدر شباب هو افضل من بيت سويت اللو تلاحظون لانه ما فيه شيء كثير يعني هذا بيت سويت ما فيه اشيء كثير اخي شباب واضن بانه يظهر هكذا اسود من النسخة التي العب فيها انا نسخة اللايت يعني نسخة مضغوطة لكن في النسخة الاصلية ما راح تجدون هذا السواد ولا ادري اوكي الان خلينا نكمل شباب هادي نروح الى هنا ما هذا المكان ما هذا المكان اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اوكي خلينا نروح الى هنا اوه الملها شباب الملها هذا الملها الخاص بمدينة لسانتوس يلا الان هنا هذا الملها شباب اظن بانه الخاص بمدينة سانفيرو على ما اعتقد يعني صحيح لي اذا غلط شباب وهذا اظن بانه الخاص بمدينة لسفانتورس والله لا ادري بالضبط هل هي موجودة دي الاماكن في اللعبة ام محدوفة شباب والله اعتقد بانها محدوفة خصوصا هذا شباب هذا هو محدوف لانه لما تجدون سي جي يدخل في الاشياء بهذا الشكل اخطاء وهكذا انظروا يدخل في الاشياء هكذا شباب اعرفوا بانه يعني مكان محدوف من اللعبة لكن لما تجدوا مكان هكذا في علامة صفرة ونقدر نخرج بهذا الشكل هكذا شباب ترون كيف خرجنا الى هذا المكان اوكي لما نخرج يعني انظروا خرجنا الى مدينة لسفانتورس على ما اظن خليني اشوف نعم مدينة لسفانتورس اوكي خليني ادخل يعني انا غلط هذا شباب المكان هو ملها مدينة لسفانتورس ترون شباب المهم يعني لما تجدون هكذا ما نقدر ندخل في الاشياء يعني مكان موجود في اللعبة عادي نعم وادي ندخل هكذا يعني محدوف شباب هذا المكان اوكي انظروا كبير الصراحة من هذا المكان يا الله شباب ترون ابواب كثيرة فيه المهم خلينا نكمل يلا ما هذا المكان لماذا هو هكذا اسود انظروا ما هذا المكان شباب مرآت كبيرة هنا هل هو مثلا اوه توجد صورة فتاة شباب عارية رح اغبش عليها لا ها ما هذا اوكي انظروا شباب ما هذا المكان لا 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 الصراحة مكان شباب مشكوك بأمره مكان عيب جدا توجد هنا شباب غرفة فارغة هكذا وايضا هنا غرفة نوم ترون هاي غرفة نوم وايضا هنا غرفة نوم واه هذا المكان والله غريب صراح غريب جدا شباب هذا المكان ترون يلا يلا خلينا نذهب منه يلا ما هذا هذا رأيناه يلا نروح للمكان اللي بعده هذا شيء انظروا هذا البيت تلاحظون هذا البيت يوجد رأس لأذي غازال تلاحظون شيء ما هذا البيت والله غريب غريب شباب غريب هذه الأماكن المحدوفة لماذا حدفوها الصراحة لا أدري والله لا أدري لماذا حدفوها من اللعبة انظروا جميلة يوجد بعض الأماكن جميلة جدا يليت لو خلوها في اللعبة ترون شباب هذه الأماكن انظروا انظروا ها والله جميل هذا المكان صراع اعجبني ها انظروا ما هذا التصميم انظروا لا إله إلا الله والله عجيب شباب عجيب هذا المكان جميل جدا يلا خلينا نكمل هذا جيزي هذا مكان جيزي شباب انظروا ترون أوكي ليبرتي سيتي بار البار الخاص بمدينة ليبرتي سيتي شباب انظروا توجد أيضا موسيقى شباب غريبة يعني موسيقى ما نسمعها نهائيا إلا في هذا المكان تسمعونها اسمعوها يا رب أخذ عليك كوبيرايت بس يلا هنا الفاقوس بيت عصابة الفاقوس شباب ها هو البيت ترون يلا الآن خلينا نكمل هذا البيت نعرفه شباب الخاص بذلك العجوز اللي نلعب مهمة سرقة السندق من بيته يعني هذا البيت ايضا هذا ما هذا المكان شباب خليني أقرأ الكراك دين لا أدري بالضبط ما هذا المكان شباب نسيت صح تذكرت تلك المهمة اللي نذهب مع رايدر شباب الى هذا البيت يعني نجد فيه البالس وهكذا ونقضي عليهم أظن بأن كانت المهمة الرابعة أو تالتة لا أدري بالضبط كم هي لكن مهمة من بداية اللعبة هذا شباب يلا ما هذا المكان كم هو كبير ما هذا المكان وللي عجيب عجيب جدًا هذا المكان نظرك كما هو ضخم شباب يعني هكذا واسع واسع جدًا و هو المكان ما أدري حقب طبو يعني يجعله في المستقبل الأن هذا المكان هذا أيضا ما هذا المكان شباب هل هو باركينج أم ماذا يوقف فيه سيارات أو شيء أو يعني ملهلي لضخم لأدري لأدري هذا المكان بالضبط ما هو أوكي خلينا نكمل سيف هاوس ترون شباب وما هذا المكان تلاحظون ما هذه الأماكن نقسم بله أن هذه الأماكن فهي غريبة شو غريبة جدا والصراحة أتسأل دائما أتسأل لماذا حدف هذه الأماكن يعني الغريبة والعجيبة في نفس الوقت هو الرهيبة يعني أعجبتني انظروا لماذا حدفوها والله لو خلوها رح يكون شيء رائع أوكي لكن عندهم سبب أعتقد بأنه عندهم سبب حدفوها يعني عندهم سبب مستحيل يكون ليسوا عندهم سبب وحدفوها وهكذا فقط أوكي هذا المكان أيضا هذا نعرفه شباب أظن أظن بأنه نعرفه أو لا محدوف والله أظن بأنه محدوف شباب لا نعرفه لأني لم أرى هذا للمنزل نهائيا في اللعبة لكن توجد في علامة سيف تلاحظون ما هذه الصور الغريبة خلينا نشوف ما هذه الصور غير واضحة شباب لكن مكان غريب يعني أوكي خلينا نكمل إينا توقفناها هذا المكان رأيناه شباب رأيناه نعم الآن هنا هذا الحلاق شباب نعرفه يلا هذا كلهم حلاقين أوكي هذا حلاق شباب أيضا أظن بأننا نعرفه أوكي وهذا هذا حلاق محدوف والله لا أعرف بالضبط شباب لا أعرف صحيح ولي في التعليقات هل هو محدوف أم لا هذا الحلاق أوكي أيضا هذا الخاص بالوشوم أوكي هذا اللعبة تطلع أصوات غريبة لا أدري لماذا لأننا أظن بأننا لأننا خربنا نذهب إلى أماكن المفروض نحن لا نكون يعني موجود فيها من أول أوكي الآن هذا هذا موجود في اللعبة شباب أيضا هذا مقر الشرطة شباب أو يعني هذا مقر الشرطة الخاص بمدينة لوسانتوس اللي نعرفه كلنا هذا الخاص بمدينة سنفيرو ترون شباب لكن لا نستطع الدخول إليه شباب وهذا شباب مقر الشرطة الخاص بمدينة سنفيرو راح يعني تتوه داخله لأنه كبير جدا أوكي هذا لسفانتورس هذا شباب أظن بأنه نعم أيضا لنستطيع الدهب إليه ولا أعرف لا أعرف بالضبط أخبروني بتعليقات أيضا أوكي خلينا نكمل ما هذا المكان ما هذا المكان ما هذا المكان شباب يتوجد صور سيارات نستطيع الدهب إليه يوجد مكان نقدر ندهب إليه توجد هذه المرأة مكان شباب الخاص بدريفت نتعلم الدريفت شباب السياقة هكذا الدريفت نعمل دريفت وكذا نفحط أوكي أيضا هذا هذا المكان لا نعرفه نهائيا ما هذا المكان بالله عليكم أخبروني ما هذا المكان شباب خاص بالسباقات نعم خاص بالسباقات شباب اللي نعملها السباقات اللي نقوم بها يعني في مدينة لوسانتوس وكذا السباقات شباب تعرفون ها تيك السباقات راح أوريكم مكانها السباقات اللي يوجد شباب هنا هنا كأس هاكذا كؤوس يعني في اللعبة نعم السباق هاكذا أظن هذا نعم السباق انظروا الشكل وكي يشوف ترون ها ينكمل الآن هذا هذا المكان ما هو ملعب ماذا هذا أظن نعم أيضا خاص بليس السباق لكن خاص بتدمير السيارات نلعب بسيارات ونصطدم بعض مفجر بعض توجد لعبة هاكذا دخل جتي اي سان اندرس شباب خاص بالسيارات لا أعرف مكانه بالضبط في الخريطة اوكي أيضا هذا هذا أيضا خاص بالسيارات واكذا السباق ولا أدري يعني لا أدري شباب أخبروني في تعليقات أقسم لكم بلاي أني لم أذهب إلى هذه الأماكن نهائيا لا أعرفها لكن أظن بأنها هكذا يعني اوكي المكان رقم تسعين يلا هذا ما هذا المكان ما هذا المكان شباب كاراتين فيه تلاحظون ووو هدوء هدوء يلا الأماكن تلت الأخيرة هذا نعرفه شباب موجود في اللعبة عادي أيضا هذا هذا نعرفه أم لا لا أدري بالضبط غير موجود في اللعبة أظن شباب محدوف وهكذا لكني خرجت أين سأذهب أين أنا أين أنا شباب لماذا أصبح نهار فجأة موضيء المكان غريب جدا الآن أوكي الآن أذهب هنا هذا المكان الأخير شباب الأخير معنا انظروا انظروا أين نحن داخل كاراتج يعني كاراتج هذا الموجود يعني في مدينة سنفيرو شباب انظروا لما أخرج انظروا أنا في مدينة سنفيرو لكن هدوء ليوجد أي شخص يوجد شخص لكن لماذا هكذا المدينة شباب أشباح كأنها مدينة أشباح انظروا مديف على هذا الشخص هنا انظروا شباب نقدر ندخل إليه هذا الكاراتج يظهر في مهمات شباب في اللعبة خاصة بمدينة سنفيرو انظروا لما نأتي إلى يعني هذا المكان انظروا شباب انظروا نأتي هنا راح ننزل بهذا الشكل يصير المنظور هاكذا لكن لما نخرج بهذا الشكل راح يصير منظور هاكذا يبعد علينا ترون شو انظروا ما هذا المكان والله غريب خلص هذا هو اخر مكان شباب انتهينا من استكشاف الاماكن يلا خلينا نرجع الى الاماكن اللي كنا فيها الى لوسانتوس يلا نرجع اليها انظروا لقد رجعنا الشباب اوو امطار اوكي خلص خلينا نخفي هذه القائمة ونرجع شباب الجو في النهار وننهي الفيديو يلا اوكي ارجعه في النهار يا حبيبي هاكذا نعم اتمنى يكون اعجبكم الفيديو شباب لا تنسوا الايك والاشتراك واعطوني رأيكم في التعليقات واكتبوا لي موضة تريدوني ان اجربها اي تجارب تريدوني ان اسويها اكتبوا لي في التعليقات لا تنسوا شباب ويلا قلت لكم لا تنسوا الايك والاشتراك لا ادري المهم يلا شباب اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله ومع السلامة